موسيقى صفرة رمضان مش ممكن تخلو من المعجنات سواء بقى حطناها في الفرن نقلناها في الزيت المهم عجينة 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 النهاردة هعملكم أسهل معجنات في الدنيا لو عرفتوا سهولة هتعملوها كل يوم في حياتكم بسيطة جدا طعمها حلو جدا جدا وكمان أكيد مدام تعملوها معي هتبقى صحية وخفيفة هنعملها من إيه؟ مش هتصدقوا هنعملها من المالتي جرين توست أو توست الحبوب المتنوعة بمنتهى البساطة هنبتدي من احنا نحط الحشو اللايت ممكن ان انا حط عليها كمان رشة نعناع دلوقتي هنعمل السنبوسك بتاعنا بمنتهى البساطة هجيب التوست بتاعي وبالنشابة هفرده شوية وبعد كده بقطعت بسكوت هقطعه في النص دايرة وكده بقى عندي عجينة السنبوسك اللي هستعملها وعلى فكرة دي مش حرميها دي هستعملها وهعمل لكم حالا وصفة تانية مغزية جدا للصحور هعمل حاجة انا بسميها كيكة الاملت هتشوفوا هعملها ازاي وهستعمل فيها العيش دا عايز اقول لكم بس الفرق ما بين التوست الامح الكامل البراون توست أو التوست البني والمالتي جرين توست لان فيه فرق ممكن الناس تتلغبط فيه التوست البني هو عبارة عن أو الخبز البني عبارة عن الامحية بالإشرة بتاعتها والإشرة دي طبعا تدينا ألياف وبتدينا شوية فيتامينات ومعايدة أما المالتي جرين أو الحبوب المتنوعة زي ما اسمها بيقول ممكن ما تبقاش بني يعني ما تبقاش الامحية بإشرتها ما تبقى الامحية البيضة عادي ولكن عليها حبوب تانية زي الشوفان زي الصوية عليها بزور زي بزرة الكتان زي مثلا عباد الشمس فلو بسيته كده حتلاقيه البزور والحبوب دي دي على فكرة لما بتخش الفرن كده وتتحمص بتدي طعم وكرنش حلو جدا نحش بقى السمبوسك بتاعنا دلوقتي حبوخ عليهم زيت هستعمل أنا عندي بخخة صغيرة بحبها مفيش أسهل من كده دلوقتي حنحطها في الفرن لمدة ربع ساعة على درجة حرارة 200 وتبقى شغالة من فوق من تحت عشان خاطر تتحمص وتاخد لون تحفة خلينا نشوف بقى حنعمل ايه بباقي العيش بتاعنا دايماً على الصحور بناكل بيد بس بليز بلاش بيد بالبسترمة والجبن الرومي والحاجات اللي بتعطش جداً تاني يوم هامل لكم أملات مغزية جداً مليانة خضروات مليانة ألياف هتشبعنا طول اليوم اللي بعد كده وكمان خفيفة جداً أولاً ست بضعات هنحط عليه بواقي العيش بتاعنا ونزود عليه حليب خالي الدسم بعد كده هنحط كل بواقي الخضروات اللي عندنا في التلاجة بما أني ما استعملتش دهون خالص حليب خالي الدسم ميزة كيكة الأملات ما فيهاش ولا نقطة زيت ولا زبدة هحط شوية جبنة بقى عشان تدي تعم حلوة وفي الآخر هحط عليها بيكينج باودر وأكيد ملح وفلفي كيكة بتاعتي جاهزة عيش هيشرب كل اللبن والبيد لو الصينية بتاعتنا مش نونستيك هحط شوية زيت في قهر الصينية كده عشان خاطر بس ما تزعش وبعد كده بقى نبقى جهزين للصحور اللي مش بس تعموا حلو جدا لأ بكرة هتشوفوا قد إيه هتكونوا شبعنين أحلى حاجة في الوجبة دي إنها قليلة جدا في الدهون والسعارات مليانة خضار يا جماعة بننسى ناكل خضار في رمضان بروتينات عالية جدا طبعا عشان البيض والمالتي جرين أو الحبوب المتنوعة اللي هنا بتدينا إلياف هتكمل معنا البكرة هتكده هتدينا قوة بكرة ونشاط وكمان هتشوفوا طعمها قدقي حدقها بقى حدقها معلش عشان أقولكم طعمها حلوة قدقي ما قرمشة يا جماعة ما قرمشة عشان الحبوب والبزور اللي فيها في الفرن كده بتتحروق وتتقرمش والحشو حقيقية حلو جدا ما تحسوش ان هو اصلا لايت ولا حاجة ضايت ما تقولوش لحد انه ضايت وشوف له حاجبهم ولا لا